تركيا تحذر نتنياهو من مصير هتلر واسرائيل تشبه مصير اردوغان بنهاية صدام حسين تلسن حاد وتوترات تتصاعد بين الجانبين وفرضا اذا ما تحولت التهديدات الى واقع واذا قرعت الحرب طبولها بين انقرة وتل ابيب فان السيناريو المحتمل يطرح صورة مقلقة لمواجهة عسكرية بين قوة عددية ضخمة وتمويل عسكري عالم من تركيا وابتكارات تكنولوجية ودقة عسكرية من اسرائيل موانع كثيرة تمنع نشوب نزاع مسلح شامل بين البلدين لكن ربما يكون هناك معارك متقطعة في البحر والجو اذا احتدمت الامور بين الدولتين التين تبعدان عن بعضهما مسافة تقطعها طائرة F-16 في عشر دقائق لا تنفع قوات برية ولا دبابات ولا حتى صواريخ قصيرة المدى وسواها في حرب بين بلدين لا حدود بينهما سوى الماء فالمسافة التي تفصل اسرائيل عن تركيا تضعها ضمن جغرافيا تتحكم فيها القوة البحرية التركية الى حد كبير فالتركيا وفقا لارقام Global Firepower هي صاحبة القوة البحرية الاكبر بين جميع دول البحر الابيض المتوسط باستثناء فرنسا اما التفوق في السلاح الجوي فهو لصالح اسرائيل بعدد الطائرات ونوعيتها وفي العتاد العسكري تتفوق تركيا من حيث الافراد والمركبات العسكرية عن اسرائيل وعن موازنة وزارة الدفاع فهي في اسرائيل 24 مليار دولار هذا العام مقابل 40 مليارا بتركيا باختصار كلا البلدين يمتلكان قدرات عسكرية متقدمة في مختلف المجالات الجيش التركي يتميز بقوته العددية وتجهيزاته البحرية والبرية ويصنف ثاني اقوى جيوش الناتو وهو في المرتبة الثامنة عالميا بينما يبرز الجيش الاسرائيلي بتفوقه التكنولوجي وانظمة الدفاع الصاروخي المتطور وهو في المرتبة السابعة عشرة عالميا وفقا لغلوبال فاير باور وبينما تستمر التهديدات في التصاعد فان اي نزاع محتمل بين هاتين القوتين قد يفتح ابوابا لسيناريوهات غير متوقعة